مع ساعة الصباح الأولى انطلق الأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهجوم كاسح تم تحرير أهم معقل لميليشيا الحوثي والمخلوع المكان الذي كانت تتمركز فيه واستماتت من أجله في هذا المكان هذا هو المعسكر وهذه هي بوابة المعسكر ونقف الآن في نقطة معسكر ما يسمى بالحرس التمهوري سابقا أو ما يسمى بالحرس الجمهوري ميليشيا الحوثي والمخلوع قامت هنا بجرائم كبيرة في هذا المكان فجرت أكثر من أربعة إلى خمسة كباري في الخطة العام من أجل عاقة تقدم الأبطال في هذه المواقع لكن تم السيطرة وتم التحرير ثم الانتقال نحو المنطقة فيما بعد المعسكر هنا معنا الأبطال في هذا المكان نريد من أحدهم أن يشرح لنا طبيعة الهجوم والمعركة التي دارت صباح اليوم في هذا المكان هذا 312 من أين تم الهجوم؟ تم الهجوم من بداية النقيلة الفرضة من الميمنة والميسرة والوسطة الآن نحن قادمين على نقيلة بن غيلان كيف معنوية الأبطال هنا بعد هذا النصر؟ يعني شجعان وعاد متقدمين للأمام والمعنوية عالية جدا هل تحمت جميع الجبهات؟ هل تحمت جميع الجبهات المقاومة الشعبية والجيش الوطني الميمنة والميسرة والمصر والعمر؟ أين وصلوا في هذه اللحظة؟ وصلنا الآن قد هنا خلف نقيلة الفرضة وخلف النقطة قد هنا عنوصل المسورة إذن كما شاهدتم الأبطال في هذه اللحظات يتقدمون باتجاه نقيل بن غيلان هنا الصورة أبلغ من الكلام عبدالله أبو سعد قناة سهيل معسكر فرضة نحم